على باب مصعد الفندو رأته صدفة حين كانت تؤدي مناسك العمرة مع الشاعر علي الجعار فرحت وشعرت بأن القدر رتب هذا اللقاء حتى تتخلص من حالة القلق التي تشعر بها منذ فترة رحبت به وبادرته قائلتان عم الشيخ أنا شادية فبادلها التحية وطلبت منه أن يدعو لها بالمغفرة والرحمة فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وبعد هذا اللقاء توالت الأحداث والمواقف حتى قررت الفنانة شادية اعتزال الفن والابتعاد عن الأضواء النهائية كانت شادية قبل هذا اللقاء تشعر بالقلق وفارق النوم عينيها حتى كانت تقوم ليلا باكية خاصة بعد وفاة شقيقيها محمد طه وشعرت بالرغبة في زيارة بيت الله الحرام وهناك قابلة الشيخ الشعراوي صدفة وبعد هذا اللقاء ذابت لإجراء جراحة بأمريكا وقدت معظم وقتها في قراءة القرآن والصلاة فشعرت بالراحة وقررت وقتها ألا تغني سوى الأغاني الدينية وبالفعل عادت لتقدم أغنية خد بيدي والتي كانت آخر ظهور لها في الليلة المحمدية عام 1986 وبكت وهي تردد كلمات الأغنية ورغم أنها كانت اتفقت مع الشاعر علي الجهار على العدد من الأغاني الدينية إلا أن كل محاولاتها لحفظ الكلمات باءت بالفشل فزعبت لاستشارة الشيخ الشعراوي واخبرته بأنها لم يعد لدي رغبة في الغناء وفقدت قدرتها على الحفظ وأنها وعدت الجمهور بغناء الأغاني الدينية ولكنها لا تستطيع الوفاء بهذا الوعد فأجابها إمام الدعاء بأن الوفاء بوعدها لله أولى من الوفاء بوعدها للناس فخرجت النجمة وقد قررت الاعتزال وعدم الظهور نهائيا ورفضت الفنانة شدية كل محاولات إعادتها للأضواء حتى وإن كان بقراءة أدعية دينية للإزعاء حتى أنها لم تحضر الاحتفال بتكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي وأصبحت تستشير الشيخ الشعراء في كل كبيرة وصغيرة وهنا انطلقت الشائعات لتؤكد زواج الفنانة شدية من الشيخ الشعراء حتى أن البعض سأل الشيخ عن صحة هذه الشائعة فأجاب زواج من شدية شرف لا أدعيه في حين لم تصدر الفنانة شدي أي تصريح ينفي أو يؤكد ذلك وفي حوار مع محمد عبد الرحيم الشعراء حفيد إمام الدعاء حول هذه الشائعة وأسبابها فأجاب الفنانة شدية كانت جرتنا حيث كانت تسكن بالقرب منها المريوطية وكانت أحيانا تأتي لزيارة الشيخ وطرح الأسئلة عليه ومع بعض الفنانات حيث كانت تستحب أحيانا الفنانة سهير البابلي والفنانة كريمة مختار وأوضح حفيد الشعراوي لليوم السابعة أن شدية زارت جده حوالي ست مرات وكانت تسأله في أمور الدين وسألته بعد أن أفتاها بعض الشيوخ بأن الأموال التي جمعتها من الفن حرام وأن عليها أن تتخلص منها فأفتاها جدي بأن تحتفظ بما يضمن لها حياة كريمة ومستوى لأق وتحتفظ بمن يعملون لديها ويخدمونها وأنت تبرع إن أرادت بما يزيد عن ذلك مضيفا جدي قال للفنانة شدية مش معقولة بعد الاعتزال تتبادلي في نهاية حياتك وأكد محمد عبد الرحيم الشعراوي أن العديد من الشائعات انطلقت حول جديه في حياته وبعد ما ماته زوجوه من بعض الفنانات والأميرات وكان جدي عندما يسمع هذه الشائعات يضحك ويقول ليس لدي ما أعطيه لهن وليس لديهن ما يعطونه لي مشيرا إلى أن البعض حاولوا النيل من الشيخ الشعراوي بإطلاق بعض الشائعات وانطلقت الشائع حول زواجه من الفنانة الشبية لأنها كانت من أوائل الفنانات التي اعتزلنا وأشهرهن وضاف جدتي توفية عام 1977 وبعدها تزوجت دعوة ولم نكن نفارقه حيث كان أبنه وأحفاده يعيشون معه وكان والدي يرافقه في كل جوالاته ولقاءاته شادية مولودة 8 فبراير 1934 ممثلة ومطربة مصرية تعتبر من أهم فنانات مصر ولقبها النقاط والجمهور بدلوعة السينما لها الشقيقة تضع عفاف شاكر عملت كممثلة ثم اعتزلت المجال الفني دي شادية طبعا ده اللوعة السينما وهنا دي ات اختها عفاف شاكر تشبه لها كتير وهنا الفيلم من أحد عملهم تحكي شادية عن أول قصة حب في حياتك وإلا تنطلقت في جداية حياتي بحب رومانسي لضابط شاب من أبناء الجيران اسمه أحمد ولم يعلم أحد بأمره ويوم عرض الفيلم الأول لي صفقه لي الجمهور وناداني لأول مرة باسم شادية وعند عودتي إلى منزلي مع شقيقي طاهر وشقيقتي عفاف وأنا في شدة الفرح فجأت بخبر مؤلم فقد مات أحمد الزابط بالجيش الذي أحبطته في أحد المعارك بحرب فلسطين عام 48 فبكيت بكاء حارة فكان أحمد هو الشخص الوحيد الذي أحبطته والذي رفضت من أجلي جميع من تقدمه لخضتي تزوج عماد حمدي من شادية رغم أنه أكبر منها بأكتر من عشرين سنة إلا أنها عصرت على إتمام الزيجة رغم رفض عائلتها وتزوجها في حفل عائلي متواضع بدون زفة لا زوجها الأول عماد حمدي كان فتى الشاشة كان يكبرها بعشرين سنة ووجع عماد حمدي في الأشهر الأولى من زواجه من شادية أزمة مالية شديدة بسبب أموال المعفقة الشرعية والتي طالبت بها طالقته الفنانة المعتزلة فتحية شريف وبلغت قيمتها وقتها ألف جنيه وحاولت شادية مساعدة زوجها لكنها لم تفلح في حل الأزمة وبدأت الأعباء المادية تتزايد ونشبت المشاجرات بين الزوجين وتنبأ الجميع بإنفصالهما لكن استمر الحب بين عماد حمدي وشدي حتى مر تلك الأزمة بسلام لكن هذا الزواج لم يستمر طويلا حيث دبت الخلافات بينهما بسبب غيرة عماد حمدي الشديدة وكانت النهاية في علاقاتهما عندما صفحها أمام أصدقائما في إحدى الحفلات وبالفعل قررت شادية الانفصال رغم محاولات عماد حمدي الرجوع إليها بعد انفصال الشدي عن زوجها الفنان عماد حمدي بفترة ارتفعت بالفنان راحل فريد الأطرش عاطفيا وكان لهذا الحب مفارقات كبيرة حيث أنها لم تكن من هوات أغاني ولا تفضلها دي صورة نادرة ليهم مع بعض كونه سنائي جميل لكن عندما اقتربت منه وجدت فيه صفات أخرى شجعتها للتقرب منه الصحافة لم تترك شادية ولا أطرش في حليمة فكان مادة خصبة لهم وقد رحب الإسنان بذلك ورفقته شادية في حلقات سباق الخير وصهراته المشهورة وبدأ الإسنان يفكران في الزواج وسافر فريد من أجل إجراء الفحوصات الطبية وكان يرسل لها البرقيات اليومية كعادة العشاق وبعد عودته من الصفر مارس فريد الأطرش هواته في الصهر والحفرات مما أدى الانتهاء هذا الارتباط العطفي لأن شادية كانت تحتاج لبيت هادئ تربع عليه آخر نهار ولا تقدر على صعرات فريد الأطرش اليومية كانت شادية تعيش في شقة بنفس العمالة التي يسكن بها فريد الأطرش مما جعل الشائعات تقول أنهما عقد القراط وانتهزت شادية في صفحة فريد الأطرش لتبيع الشقة وتسكن في مكان آخر محاولة بذلك استدال السطار على قصة لم تكتب عند فجل قصة حب شادية وفريد الأطرش فجاءت دلوعة السلمة الجميع لزوجها للمرة السنية عام 58 من عزيز فاتحي والذي كان يعمل مهندسا بالإزعة ده عزيز فاتحي زوج ده الساب بعد عامات حمد وكانت تعرفت عليه في صهرات فريد الأطرش الذي كان يتردد عليها بصحبة خالتيه الفنانتين ميمي وزوزو شكيب وكان عزيز فاتحي يزوج شادية بعدة أعوام وابن أحد العائلات العريقة فوالده المستشار محمد فاتحي وكانت بداية الحب بينهم على شاطئ ستانلي بمدينة الإسكندرية وبعد فترة تعرف لم تزود على عشر أيام قرار الزواج بباركة لسلطان زواجهم ولم يمر وقت طويل حتى وقعت المشاكل بين شادية وزوجها بعدما علمت أنه كان متزوجا من أخرى قبلها ولم يخبرها بذلك وزارت المشاكل بسبب ضيق عزيز فاتحي من شهرتها وحاولت شجية الحفاظ على هذا الزواج لدرجة أنها حاولت فتح المجال لزوجها للعمل بالسينما وبالفعل أجرأ اختبارين أمام الكاميرا لأنها فشل فيهما وأدى زائر لردة فعل سيء عنده وبدأ يتدخل في عملية ويقيد من حريتها فلم تجد حلا سوى الطلاق ورفضة في البداية لكنها قامت دعوة قضائية استمرت بالمحاكم فترة طويلة ولم تنتهي إلا باتفاق ودي بين والد الزوج ووالد شادية رغم قرار شادية بالتفارغ بشكل كامل لفنائل أنها وقعت في الحب للمرة الثالثة وكان البطل هذه المرة الفنان صلاح ظلفقار برضو كوينه صناقيات جميلة في السينما راتي مدير عام وغير عام حيث تحولت قصة الحب الشهيرة بين أحمد ومنى في فيلم أغلى من حياته لقصة حب حقيقية في الواقع واندلعت شرارة الحب بينهما أثناء تصوير الفيلم واستمرت قصة الحب شهورا عديدة حتى توجت بالزواج عاشت شادية وزول فقار حياة سعيدة جدا لكن حدثت الأزمة عندما شعرت شادية بالحنين لإنجاب ورغم أن الأطباء أكدوا لها خطورة الحمل على صحتها وأن جسمها الضعيف لا يقوى على احتمال الإنجاب خاصة أنها حملت مرتان من قبل من زواجها من عماد حمدي وعزيز فتحه لم يكتمل الحمل وصرت شادية على الحمل وكانت سعيدة مع الشهور الأولى لكن في الشهر الرابع يسكت الجنين لتعيش بعد ذلك في حالة نفسية وعصبية سيئة وينعكس ذلك على حياتها الزوجية ويتم الطلاق الأول بينهم وبعد تدخل المقربين تعود المياه لمجاريها وبعد عامين حرصت طلاق الثاني عام 72 لتقرر بعدها عدم الخوض في تجارب الحب والزواج والإنجاب واعتقدت شادية على رفض المشاهدة التي تلسم ارتداء الشرطة أو المياه وكانت تمسك بالقلم الأحمر وتشطب على تلك المشاهد في وراك السيناريو وتقول إنه إذا ما أصر المنتج أو المخرج أن ينفذ الفيلم بهذه المشاهد فسوف أبتعد عن تمسيل الفيلم نهائيا وذكرت مجالة المعود عام 69 أن شادية عرض عليها أحد المنتجين بدورة فيلم لا يضم مشاهدا فيه شرط وعجلتها القصة وهو فقط على السيناريو ولم يبقى على بدء التصوير سوى أيام قليلة وفي هذه الأيام القليلة اتصل بها مساعد المخرج لكي يرجوها أن تكون في اليوم المحدد للتصوير في الستوديو وهي مرتدية فستان ميني جيب لكنها رفضت بشدة وحرع المخرج إلى بيتها لكي يحاول أن يفهمها ضروري الارتداء مثل هذا الفستان لأن الفيلم يصور عال 69 وليس هناك فتاة في هذه الأيام لا ترتدي هذا النوع من الفساتين وإذا ما صور الفيلم بالفستان العادي فقد يعتقد الناس أنه فيلم قلب وزادت شادية في التصميم على الرغم وقالت للمخرج أنها لديها أزياء خاصة تراها منسجمة مع نفسها وأسلوبها ولا تريد أن تخرج عنها في أي من الأحوال ومن القصص الطريفة أن صلاح ذو الفقار كان أخشى من أن يخسر زوجته شادية ويطلقها فعليا بسبب أحد المشاهد في فيلم قرامة زوجاتي عام 67 حيث كان من المقرر أن يطلب كلمة انت طالع على شادية وهي في هذا الوقت كانت زوجته وخافة من أن يحرص الطلاق بالفعل وتردد صلاح ذو الفقار كثيرا قبل أن يقدم هذا المشهد وألغاه حتى أنه جلس مع الشيخ من علماء الأزر واستشاره في هذا الأمر وأكد له الشيخ أن هذه الطلقة ستكون تمثيل ولن يؤخذ بها في الشرع على الأطلاق وطمأنه ولذا قرر صلاح ذو الفقار تصوير المشهد الذي أرقه لأيام طويلة خشية من وقوع الطلاق لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة واتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشكرا لكم